بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في فيديو جديد تعالوا بنا النهاردة في الفيديو ده ناخد معلومة صغيرة كده فكرة الدرس بتاع النهاردة ازاي تباصي اري كاملة جوه الميدل وير بتاعك عموما المعلومة دي ما هيش جديدة انت لو ركزتش هو اصلا في الكودة الموجودة دي فلتة اصلا مع الجاردس والكلام ده هتعرف ان الموضوع بسيط وسهلا مش صعب بس عموما ده فيديو النهاردة تابع معنا الفيديو الاخر وهقولك التكنيك ازاي موسيقى تعالوا بنا ناخد نسال عملي عرضه بالوقتي انا عندي هنا سطط النسباتي البرميشن تمام ودلوقتي انا عايز عملت ميدل وير اسمه اتشيك البرميشن انا عارف النسباتي فيها اصلا حاجة دي فلتة موجودة بس انا كنت عارز اعملها كسلم لسبب ما يعني في المشروع المهم بعيدا عن دخول في تفاصيل مالهاش لازمة بالوقتي انا عندي الميدل وير بتاع اهوات باخد منه البرميشن وبتشك ان البرميشن ده الادمن ده او اليوزر ده لي احق ايه في البرميشن ده ولا لا وبعد كده بعدي تمام طيب دلوقتي مثال جيت هنا بقى في الكنترولر انا عايز اعمل اطبق الميدل وير ده فقلت له والله في الكنستراكت اعمل لي ميدل وير ان الميدل وير اسمه بس الفكرة بقى دلوقتي انا دلوقتي محتاج ان اكتر من برميشن ياخد نفس المسود دي طيب نيجي هنا بقى السؤال الاهم المفروض كده ان انا اعمل ايه بقى هنا المفروض ان انا هنا اباصي اريه اريه كاملة طيب اباصي الريه الكاملة ازاي بقى النهارده دلوقتي انت عندك كتوق اوبشنز ممكن تشتغل بيهم يا اما ان انت لو عارف عدد معين فانت ممكن تيجي هنا كده على الاتشيك برميشن بشكل ده وتقول له ادي برميشن وان تمام وكومة برميشن تو برميشن سري وهكذا وده حل مهوش الافضل خالص ليه بقى لان ببساطة جدا انت ممكن ان انت شغال في المشروع محتاج الدنيا تكون اوسع منك شوية وانت مثلا تحضل تلاتة برميشنز هنا اكتشفت ان انت عندك فنكشن واحدة ممكن تاخد اربعة ممكن تاخد خمسة يبقى ده مش حل طيب ايه الحل تاني وباختصار الحل التاني وباختصار ان انت تبصيها اريه طيب هبصي اريه ازاي بطرقتين او هي طريقة يعني اشتغل بيها دلوقتي هقول لك عليها الاسمها الالابسس برامتر اشتغل بيها ونوضع بسيط جدا كل الفكرة اللي انت هتعمله لما تيجي تقول له دلوقتي انت هنا هواد بتقول له الميدل وير بداعي اللي اسمه انا عايز الاد كونتراكت تمام انت ممكن تتعمل هنا كومة كده وتقول له ادي كونتراكت بشكل ده تمام وكومة تالتة كده مش عارف اه ايه دليل كذا وكذا 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 طيب هستقبلهم ازاي ازا كان عند دنيا مفتوحة كده هنا بقى دي الفكرة اللي اسمها الابسس برامتر ممكن تدور عليها الابسس برامتر دي اه من الاخر كده بتحط لك برامتر هتحط لك عدد يعني عدد لنهي تمام انت حط اللي انت عايزه القيمة اللي انت عايزه 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 الدنيا مفتوحة معاك بس هتستقبلها هناك بازاي هتستقبل هناك بس ك انت الفكرة انك لما تيجي تقول له البرميشن دي حط له التلات نقط دول. فهمت? التلات نقط دولة هيحول لك ان كل اللي جاية اللي انت عملت لها بالفاصل بتاعك اللي هي الكومة. هتدخل معك وتتحول ان هي عبارة عن اري. خد بقى الاري دي واعمل فيها فيها اللي انت عايزه بقى. اعمل عليها اعمل عليها زي هنا كده الاسباتي مهومي الديني هنا بيقول لك ان هزي اني ممكن يقبل منك اري وهكذا. تمام? يبقى انت كده فهمت فكرة الاليبسس بالرامدرس وادي التلات نقطة. اعتقد كده ان الموضوع انت كده بدأت الناس تستوعب ان هو مش حاجة جديدة. انت ممكن اصلا لو دخلت على الجاردس بتاعتك والميدلوير الخاصة بالجاردس. بتلاقي التلات نقطة دولة موجودين فيهم. تمام? هتمنى الفيديو يكون عجبكم فيديو صغير على سريع. نشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو بقى.